أكتر حاكتين بيحددوا مصار الأشعة جوه العين هو القرانية اللي هو الجزء الخاري من العين عشان الناس كتير مش فهم يعنيه قرانية 90% من العينين اللي بيعملوا الليزك بيكون مبسوطين ما بيبسوش نظارة الفم توق لها بدور كبير جدا في رفع نسب الأمام في عملية تصحيح الإبصار والحصول على نتاج رائعة أبيض وسط نين ما ييجي العين ولك أنا جي أعمل ليزك ما عليش أنت جي تقلع النضارة تسيبي لنختار لك نسبك إيه الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبعتاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجماعية الأوروبية أهلا بكم في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق أنا بنتظرها أكتر منكم كمان مع قمة علمية كثيرة نتكلم في موضوع مهم جدا وواضح أنه هذا الموضوع بقى نجم من نجوم الحوارات طبية في عالم العيون وهو جفاف العين ليه بقى نجم؟ أولا لأنه بينه وبينكم الحلول التقليدية أصبحت محدودة التأثير الناس بتجيبوا قطارات تسمع كلامنا بتاعة علاج التكفيف لكن لا تفيد كثيرا وأيضا هناك عوامل كثيرة تجعل الجفاف أمرا يعني مخيفا جدا موبايلات طول اليوم تكييف اليمدي شغال 24 في ساعة في 24 ساعة البلو لايت في كل حتة أشعة كمبيوتر جونا كمان جو غريب جدا عادثات لصخة تستخدم عمال على البطال عشان كده في عالم العيون استحدثوا أساليب حديثة جدا للتعامل مع الجفاف الجفاف مشكلة خطيرة هتفهموا دلوقتي معناها والأسلوب الجديد أو الأسلوب الجديدة في التعامل معها الحقيقة مبهرة للغاية النهاردة حلقة مهمة جدا ومبهرة جدا وحديثة وجديدة من نوعها عشان تتفهموا قد إيه انتشار هذه المشكلة هقولكم 90% من الشعب عندهم مشكلة جفاف طبعا نهاردة الحوار ممتع للغاية مع ضيف العزيز واحد من الأسماء اللي بنفتخر بقبولها دعوتنا في الناس الحلوة وفي الدكتور أسهم بشكل كبير جدا في تحسين وتقوية ثقافة طبية حول قيمة إصلاح الانكسار إصلاح العيوب الإبصار حول المياه البيضاء والنهاردة حمل على عتقه أنه هو يكشف الغموض والأخطاء حول جفاف العين بلا شك مفتخر جدا بجاهده الرائع جدا في البحث العلمي كل يوم لازم كل فترة سيارة جدا بسمع عن بحث علمي جديد بيقدمه ومساهمة علمية عالمية في المنتهيات بتجعلنا نفتخر به طيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة طبعا الأساس الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجرحات العيون الأساس بكلية طب جامعة عن شمس وزميل كلية الجرحين الملكية البريطانية وعضو جمعية الأمريكية لطب وجرحات العيون والجمعية الأمريكية لجرحات المال البيضاء والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب لانكسار وصاحب 29 بحث علمي منشور دولي وأكتر من بائة بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للعيون واحد من ميجا ستارز الأنتيرويت الشامبر في العالم العربي والعالم أيضا أهلا بك أهلا وسهلا وأهلا بالناس الحلوة أهلا بك دكتور أحمد في الناس الحلوة كالعادة تبهرني بشياكتك لا تفضل بعض ما عندكم يا دكتور أحمد بدا يخليه تلات أسئلة ورابعا تلات أسئلة هحطوهم في سؤال واحد متعلقين بجفاف العين أولا مدى خطورة هذه المشكلة وانتشارها ده السؤال الأول قيمة الأطارات ونقدر نقول تأثرها المحدود والأحدث في هذه الحالة تلات أسئلة انتشار جفاف العين منتشر بشكل أكتر بكتير قوي ما احنا نتخيله والإحصائيات لسه ما بتدينيش أرقام دقيقة يعني يقال ان هو حوالي أكتر من 200-300 مليون واحد على مستوى العالم بيعاني من درجة متوسطة أو شديدة من جفاف العين لكن في رأيي أنا الشخصي ممكن يكون أكتر من كده لأن في ناس كتير احنا بنشوفهم في العيدات بيكون لأي سبب أو آخر بيكون عندهم جفاف العين هو مش عارف ان هو عنده جفاف العين عنده شكاوى معينة لكن هو مش فاهم ان الشكوى دي مرتبطة بجفاف العين فأعتقد نفس الكلام على مستوى العالم أنا رأيي ان هو من حوالي 80-90% من 70 على الأقل من المترددين على عيادات العيون في جمهورية مصر العربية بيعانوا من جفاف العين خطورتها هي مش خطيرة قد ما هي مزعجة يعني هي مش هتؤدي إلى العامة إلا في حالات ندرة أو إلى ما يحصل مثلا مشاكل في القرنية على سطح العين ودي حالات ندرة جدا فاحنا بنطمن السادة المشاهدين لكن هي مزعجة من ناحية أن الاسلوب المعيشي أو الحياتي بتاع الشخص بيتأثر بيبقاش يعني بيستريح طول الوقت تخيل حاجة حاسس بكل غمضة عين بتحس بإحساس جسم غريب بتحساس بحرقان بشكة بتزيد في أوقات في الصيف تزيد مع تعرض لطائرات الهواء وتقل شوية في الشتاء بس إحساس مزعج وسخيف يفقد الشخص منه وتركيزه ويقل ويأثر على أداءه في العمل كمان يعني الجزء التاني في السؤال للأطرة كابتها إيه في ذلك؟ الأطرة هي الستاندرد وهي العلاج الأساسي لكن للأسف إحنا كنا فاهمين غلط كنا فاهمين أن الأطرة هي العلاج الأساسي لجفاف العين واكتشفنا بعد الكدوات أن مرضى كتير جدا بيستخدموا الأطرات مش مستريحين لسبب آخر ممكن جدا الأطرة تحتوي على مادة حفظة وتعمل التهابات على سطح العين فبالتالي بنحتاجنا إحنا نغيرها بأطرة تانية من نوع تاني أو من مادة فعالة تانية أو من مادة أطرات ما فيهاش مواد حفظة ودي الموضة حاليا في الأطرات الحاجة التانية ساعات درجة جفاف العين ما بينفعش نحن نستخدم على أطرة الترتيب بس المريض ساعات بيستخدم أطرة الترتيب يمكن كل ساعة كل ساعتين كل تلاتة تخيل حضرتك أنت قاعد كل ساعة بحتاجك تحط أطرة في عينيك فإحنا اتفق يعني علميا دلوقتي إنه خمس مرات في اليوم ده يعتبر يعني الحد اللي ماشي ممكن يا المريض يعني بنسميه كومبلاينت أو مطيع مطيع معانا في استخدام الأطرة أكتر من كده ما عندناش مانع ممكن يستخدم الأطرة كل ساعة كل ساعتين بس هتأثر على أداؤه وحياته اليومية تخيل حديث بقولك كل ساعة بتحط أطرة في عينيك شيء مزعج جدا فهنا لو المريض بيستخدم الأطرات فترات بفريكونسي عالية أو فترات قصيرة كل شوية يبقى هنا عايزين وسائل مساعدة التطور فهمنا ليه جفاف في العين فعرفنا إن الأطرة الوحديها لن تجدي نفعا في أوقات كتير إحنا بقول الأطرة دي في الحالات البسيطة من جفاف في العين لكن الحالات المتوسطة والشديدة بنستخدم أطرات تانية تعالج جفاف في العين ووسائل تانية مساعدة لأن جفاف في العين دلوقتي ما بقاش مجرد جفاف حتى التهابات مزمنة على سطح العين التهابات مزمنة إذن نخترب من محطة مهمة جدا استحدث العلم التكنولوجيا الطبية استحدثت أساليب بنسميها أساليب أخرى تكنولوجيا أساليب أخرى أو وسائل مساعدة مع العلاج الدوائي فمع الأطرات الترتيب في عند الأطرات تانية مضادة للالتهاب لا تحتوي على الكورتزون موجودة دلوقتي حاليا ممكن نستخدمها لكن برضو زي ما قلت حقيقة الأطرات ساعة ما بتجديش فعايزين نراجع نشوف السبب الأساسي فلاقينا في أسباب كتير جدا لجفاف العين ونحاول نعالج المشكلة من جدرها من أصلها فعندنا وسائل مساعدة وسائل مضمن الوسائل مساعدة إن نسداد في القنوات الخلايا الدهنية اللي موجودة في حرف الجفن فدي ممكن نستخدم بفرشة معينة وإجراء بسيط جدا ممكن نحنا ننظف فتحات الخلايا الدهنية أو الزيتية الموجودة في سطح على حرف الجفن زي ما موجود في الفيلم هنا هو بحيث ندي فرصة إن الخلايا دي تنزل أو تفرز الإفراص بتاعها على سطح العين ده مهم جدا علشان المادة الزيتية اللي موجودة فيه الدموع بتحافظ على طبقة الدموع من التبخر تحمية من التبخر وبالتالي تدي فرصة إن المريض يشوف كويس وفي نفس الوقت ما يحسش بالخشونة ما بين سطح العين و الجفن عندنا وسائل تانية إن احنا نحافظ على طبقة الدموع فترة أطول بنستخدم سدادات للقناة الدمعية والجديد دلوقتي إن احنا بنستخدم حاجة اسمها جلسات نبضات ضوئية عالية التركيز جلسات نبضات ضوئية عالية التركيز بنحاول إن احنا نحفز الخلايا دي تفرز المادة الدهنية بصورة كافية وكمان بنحسن من كفاءة الخلايا ده هنا الجلسات النبضات الضوئية والحصن الحظ على فكرة كل الإجراءات دي بتتعامل بتتعامل فيه العيدات مش محتاج المريض يروح المستشفى خالص مفيش أي ألم خالص مش محتاجة بنج مش محتاجة أطراط مش محتاجة حاجة خالص بنعملها والمريض بيبقعد زي ما حاج شايف كده مفيش أي ألم على تعبيرة وشه ما بيحسش بأي ألم خالص بنخلص وطبعا لازم نتابع معايير السلامة التعايم طبعا بيتم بعد كل مريض من التاني عشان منعا لنقل العدوى دي حاجة مستحدثة دلوقتي بتتنتشر نستخدمها دلوقتي في مجال العيون وبالمناسبة هي لها قصة هي أساسا زميلنا في الجلدية بيستخدموا هذا النوع من 94 يعني دي حاجة مش جديدة على زملائنا في الأمراض الجلدية مثل 1994 نزل في العالم 1994 كان بيستخدموا لعلاج بعض الأمراض الجلدية شهارة حاجة اسمها أكن روزاشيا أو سكين روزاشيا وبعدك كده هو تكتشفوا إن المرضى دول لما بيعملوهم الجلسات عشان يعالجوا الجفون خاصة لما يكون فيه الوش أو فيه مشاكل فيه الجلد في الوش أو في الخدين لقيهم فيه تحسن في إفراز الدموع وكانوا بيشتكوا من جفاف العين أعراض جفاف العين لقيهم فيه تحسن في الشكوة بتاعتهم ده بالصدفة البحثة ففيه واحد نشر قال إن أنا عندي الجماعة دول أنا بعملوهم حاجات بعالج بيهم حاجات في وشهم لقيت إن هما بطلوا يشتكوا من الحرقان اللي هو العرض الأساسي بتاع جفاف العين هنا اتخذت الفكرة بقينا إن إحنا طب ما نوظف الأجهزة دي نستخدمها للجفاف العين للعيون وظهر منها أجيال جديدة مخصصة بس مش للجلد بقى للجفون للعين نفسيها علشان تحسن إفراز الدموع الجلسات دي بتدت تظهر للاستخدقاتها في العينين سنة ألفين واثنين تقريباً بس ابتدت تعدد في كذا مراحل من التطور لغاية لمصلة ألفين واحد وعشرين وعشرين با عندنا أجيال متطورة جداً بعد أبحاث كتيرة جداً علشان نوصل لأحسن نتيجة ممكنة بعد هذه الجلسات أسئلة متعددة حول موضوع الجلسات بالنبطات الضوائية الضوائية عالية التركيز أولاً هل هي مناسبة لكل الحالة يعني الناس اللي عملوا ليزك قبل كده وعندهم جفاف بسبب الليزك يستفيدوا من الجلسات؟ ممكن يستفيدوا هو طبعاً ده سؤال مهم جداً إنه هو الجلسات دي مش لأي نوع من أنواع الجفاف الجفاف مش نوع واحد ده أنواع كتير ولازم طبعاً فيبقى فيه كشف وقد يستلزم إجراء بعض الفحوصات عشان نحدد نوع الجفاف بالزبط عند المريض ونحدد إمكانية هو يستفيد من هذا النوع من الجلسات ولا لأ ممكن جداً يستفيد من الجلسات ونقوله لأ مش ده العلاج المناسب بتاعك أنت علاجك أطرة بس أو علاجك جلسات تنظيف الجفون أو علاج السددات للقناة الدمعية عندنا أوسائل كتير فإنا ده دور الطبيب إنه هو بيكشف يجي يعمل الفحوصات وبعدين نقول والله ينفع هذا النوع من العلاج أو لأ فالجلسات النبضات الضوءية عالية التركيز تنفع فبعد حالات الجفاف لهيه مش كل الحالات السؤال التاني عدد الجلسات قد يهي الفرق بين الجلسة وجلسة هو طي كان تفق البروتوكول العالمي من ثلاثة إلى أربعة يعني يفصل ما بين كل جلسة والتانية أسبوعين أو شهر يستلزم ثلاث جلسات ممكن أربعة جلسات فقط الزمنية للجلسة قد يهيه ما فيهش ده ثواني اللي احنا شفناه ده الديوريشن اللي احنا بنشوفه على فكرة هي النبضات الضوءية بالمناسبة هي مش ليزر والنبضة الضوءية تقريبا في حدود 30 ميلي ساكند يعني 30 من الألف من السانية بموجات معينة بطول معين علشان هي دي اللي بتعالج الالتهابات الموجودة في الغدد الدهنية اللي بتفرز المادة الزيتية في العمين هل نستغني بالجلسات الضوءية عن الأسلوب الأخرى زي الأطارات؟ أشكرك على السؤال ده طبعا لا ما ينفعش نحنا بنقول ده عوامل مساعدة ما بنقولش إن ده بديلة يعني ده بتساعد في تقليل درجة جفاف العين لكن هنا المريض برضو ملزم منهم يستخدم الأطارات المرطبة بس على سبيل المثال ممكن المريض يستخدم الأطارة بدأ ما يستخدمها 5-6-7 مرات في اليوم ممكن يستخدمها مرتين 3 في اليوم أنا شخصيا عندي بعض المرضى بعد لما عملنا له من الجلسات دي من أول و تاني جلسة بيقولك أنا بأخذ الأطارة مرة مرتين في اليوم بس ما بحتاجش أحطها أكتر من مرتين في اليوم وده يعتبر نجاح كويس جدا بس بنأكد برضو إن إحنا بنستخدم الأطارات دي على سبيل المثال برضو نشرحها الطريقة التانية إن إحنا بنحسن مستوى الجفاف يعني في بعض الناس عندهم درجة الجفاف عالية جدا من حوالي 70% بناء على القياسات أو الفحصات اللي إحنا بنعملها قبل وإحنا بنفحص المريض هنا بنحسن درجة الجفاف من 70% إلى درجة من درجة شديدة أو درجة متوسطة إلى درجة بسيطة اللي هي تتعالج بالأطارة بس فهنا مش بنلغي أو مش بنعالج الجفاف بصورة نهائية لكن بنقل الأعراض الجفاف بنقل الاعتماد على أطارات الترتيب بدل ما المريض يستخدمها أكتر من ثلاث مرات يومين هيستخدمها مرتين ثلاثة بس في اليوم ممكن أجرر الجلسات تاني بناء على رغبتي آه طبعا ممكن جدا ما فيش أي أضرار من الجلسات عادة ممكن تعملها ثلاث جلسات البروتوكول العالمي بيقول ثلاثة إلى أربع جلسات والله عايش تعدهم بعد ست شهور بعد سنة ما فيش مشكلة بناء على رغبة المريض طبعا أعمل مجموعة من العلاجات آه ده سؤال مهم جدا ممكن في بعض الدرجات العنيفة من جفاف العين ممكن استخدم سدادات القناة الدمعية مع جلسات الـ IPL اللي هي جلسات النبضات الضوئية العلية التركيز ممكن استخدم معهم حاجة تالتة زي جلسات تنظيف الجفون البليفكس اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده في حلقات سابقة طبعا كل ده مطروك على حسب حالة المريض ورأي الطبيب المعالج في أضرار للنوعية دي من الأسليب العلاجية مفيش أضرار تذكر يعني إذا كان بنكلم على أضرار فبعض الناس ممكن يجي لهم إن هو الجلد لونه ممكن مثلا يتغير ده نسبته واحد من عشر في المية يعني واحد في الألف ده لو يعني أصمر قوي يعني حاجة زي كده لكن هل في أضرار من الجلسات النبضات الضوئية لا مفيش أضرار خالص بدليل أن أنا شخصيا عملتها النفسي ومحسيتش بأي مشاكل خالص يعني عملتها من كذا شهر هنا دي الصورة أنا بعمل الجلسة هنا هوت يعني آه يحط جل كده هوت وبتعمل الجلسة وفي الآخر ما بحسش بأي مشاكل خاص بالعكس أنا حسب بتحسن بعد الجلسة مباشرة كان بيجي لي حرقين كتير قوي في نهاية اليوم علشان إحنا عادين قدامي الكمبيوتر فترات طويلة وبستخدم قطرة الترتيب بس برضو ما كونش مستريح قوي لكن بعد الجلسة حسب بتحسن كبير خاصة إحنا فترة الصيف دلوقتي وعارفين إن أعراض الجفافة هتبقى زيادة عن بقية فترات السنة الناس اللي بيلبسوا عدسات لسق يعملوها عادي آه طبعا ما فيش مشاكل خالص ممكن يعملها حتى وهو لابس العدسات بس يستحسن يبقى قلع العدسات وقت الجلسة نفس يعني إن ألقى لو قد سونا عمله جلسة ورجع حالة تاني آه وهو مهم جدا هو بعد الجلسة بيرجع يسوق العربية تاني بنتسئل كتير قوي طب أنا بعد الجلسة عارف أسوق العربية هعارف أروح البيت ولا أجيب حدي يسوق لي العربية لا لا ما فيش أطرات توسيع ولا زغلالة ولا الكلام ده خالص بتاخد الجلسة بتاعتك وتمشي على أطرات الترتيب بتاعتك زي ما أنتو كنت ماشي قبل كده هو بس بمعدلات أقل لكن بعد الجلسة مباشرة ترجع تسوق العربية عادي جدا فيش أي مشكلة خالص السن يعني هل فيش أولاد صغيرين بيعاني من جفاف وفيه ناس كبار قوي يعني الاتنين مناسب ليهم مناسب بس الحصن الحظ الأطفال الصغيرين إحنا ما فيش دراسة عملت حتى هذه اللحظة على الأطفال الصغيرين والحصن الحظ للأطفال الصغيرين ما عندهمش درجة عنيفة من جفاف تستلزم هذا النوع من الوسائل المساعدة يعني عادة بنكتب الأطفال الصغيرين أطرات ترتيب بس لكن هل إحنا ممكن نستخدم هذا النوع من الوسائل المساعدة مع الأطفال لسه ما قدرش أجاوب بصراحة أنه ما فيش دراسة عملت على أطفال لأسباب أخلاقية يعني صعب أن أنا أجيب طفل وأجرب عليه وأنا مش عارف إذا كان هيبقى لها تأثير سلبي أو إيجابي الجفاف مشكلة مزمنة تستدعي العلاج مدى الحياة؟ آه ده أشكرك بشدة على السؤال ده أنه هو ناس يقولك أنا هاخد القطرة قد إيه نقوله خدها مثلا ثلاث مرات في اليوم تزود على حسب احتياجك تقلب يعني مثلا بنقول ثلاث مرات في اليوم مثلا نزلت مصيف إحنا في الصيف دهوقتي نزلت مصيف وفي طيارات هوا وطراب وفوار في الساحل وحرارة عالية هتأخد القطرة أكتر من ثلاث مرات في اليوم في الشتاء الجو لطيف هتأخد قطرة أقل من ثلاث مرات في اليوم هتوقف إمتى؟ مش هتوقف توقف وترجعها زي ما أنت عايز أنا بشبه جفاف العين بالضغط والسكر دايما بقول المريض أنت دلوقتي أدوية السكر سواء إنسولين أو أرس هتوقف إمتى؟ يقول لك لا أنا همشي عليها طول الحياة ما دا الحياة؟ طول ما فيه سكر طول ما هيبقى فيه إنسولين أو أقراص عشان تنزل أو تنظم بالضبط عشان تنظم نسبة السكر في الدم طول ما إحنا عاديم بنسهر وطول ما إحنا عاديم قدام من الكمبيوتر طول ما إحنا عاديم من التعرض لطيارات هوا جاف من التكييف وطول ما إحنا بنستمر في عمل يعني صهر وقلة نوم هيبقى فيه جفاف فلين فإحنا محتاجين نستخدم أطراط الترطيب أوقات معينة نستخدم أطراط بكسافة عالية أوقات تستخدمها بكسافة أقل أوقات على مدار السنة ممكن ناخد وسائل مساعدة أو لأ على حسب درجة الجفاف لكن الستاندار بتاعنا أو الأساس هو أطراط الترطيب مدى الحياة؟ بس مش لازم تلتزم بموعيد سبتة ممكن تحط مرة الصبح والدهر بالليل مرة يوم تاني تحط مرتين في اليوم بس محتاجتش تحط أطر كتير يوم تالت ما حطتش الأطر خالص مش هيحصل حاجة يوم رابع حطت الأطر خمس مرات في اليوم كنت تعرضت بطيارات هوا أو انزلت في مواقع مثلا زي المهندسين بينزلوا في مواقع عمل أو بناء هي بتختلف من شخص للتاني وعلى حسب الوظيفة لكن احنا بالخبر الكويس أن احنا نستخدم الأطراط زي ما احنا عايزين عندي ثلاث فقرات كل فقر فيها احتمالات هتنقل لي الاحتمال وتقول لي التعليل لاختيارك هذا الاحتمال ايه وبمنتهى الجرأة كعادتك تعالوا نبدأ في المحطة الأولى يلا بينا المحطة الأولى في لابد والسود أو رمادي جفاف العين مشكلة بسيطة ليس لها مخاوف أو أضرار كبيرة أو مضاعفات ممكن الإنسان يخاف منها أو يقل منها أبيض ولا سود ولا رمادي لا رمادي إنها هي مش مش مشكلة خطيرة لكن مزعجة فعشان كده ما تدرتش لا الابيض ولا الاسود لو هي خطيرة كنت هديها اللون الاسود لو هي بسيطة كنت هديها اللون الابيض لا هي بسيطة بس مزعجة ومزمنة المحطة التانية المريض اللي بيدخل يجيب أطرة لأنه عنده كل الناس عند العرب صبون فكله أطرات يجيب أطرة إن شاء الله حتى يجيبها من واحد صاحبه ويستخدمها ويحط أطرة جنبها وأطرة جنبها هو عنده القصة أطرة ده متهم ولا جاني ولا بريق ده يعني أطرة أقول إن هو جاني جاني على نفسه جاني على نفسه طبعا يعني إن هو ممكن الأطرة دي ما تناسبوش خالص أنا بستبعد أطرات الترطيب فيه ناس بتحب تأخذ أطرة كده على علتها تطلع بقى أطرة الترطيب مضاد حيوى أطرة ضغط عين أطرة أي حاجة فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا فيه ناس بتحط كمان عسل آه عسل نحل فطبعا آه كتير عسل في عينهم وبيحلى العين جامل جدا بس هو مقتلع إنه ده بيعالجه بس طبعا للأسف ما لونش أي أساس علمي من الصحة فطبعا ده جاني على نفسه على فاكرة ده مش بتعرض مع الحديث النبو الشريف فيه شفاء احنا قلنا على كده شفاء شفاء انت شفاء هتتناوله هتتناوله وفيه شفاء مش الشفاء يعني فاش ألف أولاب فيه شفاء لحالات معينة لحالات صحية معينة لكن مش الشفاء الشفاء لو فيها ألف أولاب يبقى الشفاء لكل شيء لكن هي فيه شفاء من أشياء معينة لتهابات معدة مش عارف إيه ميكروب في المعدة عصر هضم الحاجات البسيطة اللي كان في الزمن ده بزبط كيف لكن إحنا بوزنا صحة الناس بكل الملوثات الصحية فبقى فيه أمراض مستحدثة مكنتش على عاد النبع عليه الصلاة والسلام فعشان بس محدش يقول إيه إلحق الدكاتر يا عم بينكروا بتاعه فلازم أول ما بيجي سبت العسل لازم أفهم الناس لا ننكرش طبعا خالص بس الاستخدام الصحيح للعسل مفيش حاجة سبقى حط عسل على جرح كمان بالزبط يعني الاستخدام العسوء عسل على الجروح في مرض السكر ده خطر جدا في العيون اه في العيون والله أبقى الطوار المحطة التالت وهم شك أم يقين الليزج ملوش علاقة بجفاف العيون واهم ولا شك ولا يقين لا وهمة طبعا لا ليه علاقة وطيدة طبعا يعني الليزج معروف انه بيعمل جفاف العين واحنا بنحذر او مش بنحذر يعني بنقول دايما اي حد جا يعمل الليزج لازم نفحص جفاف العين كويس قوي ودي من الحاجات الجديدة كنا زي ما بنعملش الفحوصات دي كنا بنعمل اه اوكي انت بص على انك انت ماشي قرانية بتاعتك شكلها كويس يلا نعمل الليزج وخلاص لكن ما كناش بنلتفت قوي لموضوع جفاف العين بقينا دلوقتي نلتفت لجفاف العين قبل الليزج وبقينا نعالج جفاف العين قبل عمليات الليزج وبعد عمليات الليزج وبننبه في بعض مش هقول مرضى بعض المترددين اللي عمل عمليات الليزج ان هم هيحتاجوا لعلاج جفاف العين في سورة اطارات او في سورة جلسات زي ما قلنا قبل كده بعد الليزج فلازم يبقى اللي هيعمل الليزج فاهم ان هو هيبقى فيه جفاف لين هيستمر ما بين شهرين إلى ست شهور فلازم نحن نعالج الجفاف ده كويس قوي قبل الليزك وبعد الليزك كمان بنحط يعنينا على المريض عشان لو هو متضايق وحسب عرض الجفاف برضو بنعالجها بالأطرات أو بغيره يعني جلساتنا بتضطط ضوحية الثقافة في العالم الغربي حولها كبيرة هل ترى أنه في العالم الشرقي وصلنا للثقافة المناسبة لقيمة هذه النوعية من الأساليب العلاجات؟ لا لسه هي دي لسه حاجة نزلة جديد في الشرق الأوسط يعني هي موجودة في العالم الغربي يعني أولا لقت انتشارا وبادئة الأبحاث بقت منتشر أكتر من حول 2017-2015 ظهر الموضوع ده ظهر بانتشار كبير وتعاملت عليه دراسات وصل عندنا بس لسه الناس مش مستوعبة وخايفة ومترددة قوي في موضوع الجلسات دي وده بقول لحاجة هي مش ليزر علشان الناس كتير بتبقى خايفة يقولك أنا هعمل ليزر جنبانية ممكن يعمل مشاكل يعمل كذا لا هي مش ليزر هي ضوء وفرق شاسع ما بين الليزر والضوء الدوء ده ضوء زي ضوء اللمبة بتاعتي بس بنختار موجات معينة علشان تدي التأثير اللي احنا عايزينه لعلاج جفاف العينة أنا بقى الدعوة ما زالت مفتوحة وموجودة باستمرار وإحنا دائماً منسعد وبنفتخر وجودك معنا لكن فيه أجزاء كتيرة وخصوصها المتعلقة بحاسك الأخيرة أنا بتابع طبعاً بحكم تواجدنا معاً في الكثير من المنصات أنا بتابع كل الأبحاث اللي انت بتشترك فيها متعلقة بالماية البيضة بالأحدث في التعامل مع مشاكل المياية البيضة بالأحدث يعني عايزين نشارك الناس صحيح الكلام هي بصعب عليهم التغيرات مثلاً اللي بتحصل في البوسيرو الكابسول بتاع أو البوسيرو البارت بتاع الكورونية بعد ما هي البيضة عايزين نتكلم على زراعة العدسات لأنه على فكرة يعني أنا بتابع أبحاث كديدة فيه تطور كبير أنت نشرته في زراعة العدسات بعد أو لتصعي الإبصار أو بعد المياة البيضة تكنولوجيا تقدمت في الموضوع ده فعايزين ننقل للناس الكلام ده هيفهموه أكيد أكيد إن شاء الله في حلقات قادمة ممكن نتكلم على الجديد في العدسات المزروعة مع عملية المياة البيضة وفي حاجات فعلاً ظهرت جديدة وتعمل عليه أبحاث وجابة نتائج حيلة تنورتنا الله يخليك القيمة الألماء الكبيرة والإسم اللماء واحد من ميجستار الأنتيرو الشامبر وبيلا شخصية نبتخر بوجودها معنا في الناس الحلوة في الدكتور قدم الكبير كتير للثقافة الخاصة بعالم مسير جداً وعالم العيون وكان نقلة نوعية كبيرة في وجود أكاديميين كبار في عالم الثقافة الأعلامية هو أضيف العزيزة القمال الألماء الكبيرة الأستاذ دكتور رحمد عصاف أستاذ طب وجرحات العيون بكلية الطب جمعت عن شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو جمعية الأمريكية لطب وجراحات العيون والجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء وجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار وصحب 29 بحث علمي منشورة في الدوريات الدولية وأكثر من 100 بحث علمي في المؤتمر السنة وجمعية الأوروبية نورت الناس الحلوة الله يخليكو بشكر برنامجه وبشكر الناس الحلوة أشكرا شكرا جزيلا خليكو دايما مع الناس الحلوة